النهاردة فيه النهاردة مفيش مش عارف فيه ولا مفيش الحقيقة وانا ما بحذرش هو ده حال مجلس الوزر عندنا تعود انت كصحفي او كمعد او كصاحب برنامج توكشو عشان تجيب معلومة من الهونولولو تجيبها في ثانية تجيبها من اسرائيل عوزوا بالله تجيبها في ثانية عشان تجيب معلومة من مجلس الوزر لازم تعود تعد صوابعك فيه مفيش حصل ما حصلش لعد ما تخش في حزبة برنام النهاردة وصل لنا خبر انه السيد المحترم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اصدر قرارا اصدر قرارا مش قال تصريحات لا ده اصدر قرار بتخصيص اراضي في مدينة العريش لاقامة بيوت لاهلين اللي في سينة النازحين او القادمين من الشيخ زويد ورفح المنطقتين اللي فيهم اشتباكات وفيهم عنف وفيهم لسه بعض الخلالة الارهابية وفيهم العمليات العسكرية اللي بتقوم بها القوات المسلحة وطبعا بسبب حالة الطوارئ اللي هناك والمنطقة العزلة اللي فرضها الجيش مع كذا الحياة صعبة الحياة صعبة وتكاد تكون شبه مستحيلة في المنطقتين دول الشيخ زويد ورفح فبالتالي فيه ناس من الشيخ زويد ورفح سابوا منطقتهم ويجمع على العريش عشان يعرف ويعيشوا فالحكومة الطبيعي انها توفر لهم مكان يعيشوا فيه فرئيس الوزراء عرفنا انه اصدر قرار بتوفير بيوت او توفير اراضي عشان اللي جايين من الشيخ زويد والرفح دول يبنوا بيت ويقعد في العريش مؤقتا او يقعد يكمل زي ما هو عايز المهم يعرف يعيش